السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلاتي في موقع جملاوي اسمه lookx.ai ده بتدي له بروميت هيبدأ يعمل لك صور. وماذا انت بتشوف صور باية الناس فتقدر انت تشوف اي صورة تعجبك. تقدر تعرف البروميت اللي استخدم عشان يعمل الصورة دي. وتقدر انت تاخده كوب بيست وتعمل صورة تاني. هتجيب لك صورة مختلفة عن الصورة الاصلية. ممكن تقوله generalize the same هياخد نفس التيكست ويبدأ يشتغل بي. طيب احنا ممكن نقوله cancel. ونقوله احنا عايزين نعمل start creation فبيقولك يدخل بالحساب بتاعك. ونبدأ بقى نديله البروميت اللي هنشتغل عليه. طيب مثل الموقع دوت ان هو متخصص في الحياة المعملية. فبيسألك بقى انت عايز تشغل او انتريور. ده الجوزة الخاصة بالرندر. عندنا جوزة خاصة بي اكسبلور مود. طيب نيجي هنا نقوله بقى احنا عايزين مسلا detail model تقدر تختار. مسلا انت عايز حاجة creative. لو كنت تقوله مسلا عايز هنا ممكن تختار بقى الحاجة اللي انت عايزها. هنا لو عندك صورة يبدأ يعمل لك. انا اديت صورة. قلت له عدل فعدل في صورة واحدة كل دول. يعني اديت الصورة مسلا ديت. اديت صورة عادية. قلت له تخيل النديف عصر الجليد. طيب هتتعمل كم صورة? ممكن تقوله صورتين لاربع. يعني هتتلتزم بالصورة اللي انت مدهل ولا تختلف عليها. طيب خلينا نقوله start creation. طيب هو عايز base image يعتمد عليها عشان نعمل لنا الصورة ديت. طيب يبقى احنا نجي هنا ونقوله احنا عايزين نعمل upload لصورة. ممكن حتى تبقى حاجة واستخالص ويحاول لك لصورة معمول لها ننظر بشكل كويس. طيب خلينا نجي هنا. وليقوا مثلا الصورة ديت. طبعا لو الصورة جودتها قليلة بش هتبقى كويسة خلي صورة تكون كوي. هيبدأ اعملنا صورتين خلي بقى انت لك نقط معينة. تمام كل ما بتعمل صورة الصور بتقلم. ولكن انت تشتري طبعا صور كليل ديت بحس تعمل بها صور. هنا ده الجوزة بتاع الجنريت في بارد جوزة تانية بتاع ايدت لانت عايز تعمل تعديل على الصور. او بدأ اعدلنا في الصورة دي للصورة ديت. الصورة هيت تمام عدها عملها شغل شغل مودرن. عدت شوية جلاس. طبعا من الشكل الاصلي انا بحبه اكتر لكن هو عمل موجود يشكر يعني. تمام ومنديك الحاجة بحيس ان انت بعد كده تقدر ان انت تنسخ البرومت دوت عشان تشتغل فيه في حاجة تانية. ممكن تخلي الرفرنس اميج يعني تاخد صورة دي وتقول له عدل عليها واعمل صورة تانية ممكن تعمل بابلش للصورة. ممكن تعمل ايدت. ممكن تعمل اوبسكيل. هنا ادي باب ببقى فيه مثلا. تقدر تنسح بها الحاجة اللي انت عايزها. وتقول له انا عايز مكان ده احط لي مثلا. مسلا. متعلم على جزء معين. وتقول له مسلا خلي هنا في اشجار خلي في كزا. فيبدأ هو يعمل لك تعديل. يعني التعديل حتى التعديل معمول بالزكاء الصناعي. ممكن تقول له مسلا الجزء ده اه شلي الناس دول وخط لي الناس لك بحسنة مسلا. كل ده بالزكاء الصناعي. انها تلاقي مودلس كتيرة تقدر انت تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تشغل بها. تمام يعني انت موقع تأثير زي دوت تأثير زي ده تدهر ان انت تشغل عليه. في بلاجين. تمام بحيس ان انت تستعين بالبرنامج دوت يكون جوه حاجة زي الاسكيتش اب. طبعا دي بداية لكن بعد كده هيزهر معك في الفيسبوك ومعك في الريفت معك في الراينو في الحاجات دي كلها. بس هو البداية حتى الان موجود في الاسكيتش اب. لكن ما فيش مانع ان انت بعد كده تلاقي في الاتفاكات تلاقي في كل حتى ان شاء الله. طبعا تقدر تشوف الاسعار هنا. هو بيديك تجريبة تلاتين يوم لكن بعد كده لو انت عايز اكتر هتدفع فلوس.